أكد العهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تاريخ البشرية أمام منعطف حاسم وضمير المشترك يتعرض لاختبار حقيقي بسبب الكارثة الإنسانية في غزة وأكد العهل الأردني خلال كلمته في مؤتمره لاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة أن إيصال المساعدات الإنسانية في غزة لا يمكن أن ينتظر التوصل لوقف إطلاق النار أو أن يقضع الأجندات السياسية من أي طرف إن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة إن إنسانيتنا ذاتها على المحك على مدى ثمانية أشهر ودون توقف ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار الذين فاقت درجتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عاما شبح المجاعة يلوح في الأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما وستبقى آثارها لأجيال قادمة وكل مكان في غزة عرضة للدمار وأدى بدء عملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي وتم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزة قصرا مرة أخرى وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء